موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم كلية العلوم في جامعة النهرين هي كلية من الكليات الأساسية والرائدة في جامعة النهرين لا يخفى على كل الناس أو المطلعين على هذه الكلية أنه فيها أساتذة من ألقاب علمية راقية من لقب الأستاذ في كل الإختصاصات والكلية أيضا تحتوي على ثلاثة أربعة فروق القسم الأول وهو قسم الحاسوب القسم الثاني قسم الرياضيات والقسم الثالث قسم الفيزياء والقسم الرابع الأخير وهو قسم الكيمياء وفي النية وبجهود سيد رئيس الجامعة بالإضافة إلى الوزارة مشكورة أنه إحنا رح نقدم لمشروع تطوير قسم جديد وإنشاء قسم جديد وهو قسم الفيزياء الصحية هذا القسم نتحدث بعدين عليه المدخلات أنه إحنا نستقبل جميع الطلبة من الاختصاص الاختصاصات التطبيقي والأحيائي وخاصة الأحيائي في قسم الكيمياء وقسم الفيزياء أما المخرجات فيكون بصياغ مختلفة فمثلا رح ناخذ قسم 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 الرياضيات يتم إعدادهم وفق المناهج الخاصة اللي موجودة عدنا ويتم من يتخرجون المخرجات أكثرهم يرحون إلى وزارة التربية للتعيين في المدارس بالإضافة إلى الاستفادة منهم في اختصاصات الإحصاء في وزارة التخطيط وبعض الوزارات الأخرى وأمانة بغداد أيضا قسم الحاسوب فهذا قسم عالمي أينما تكون هناك حاسبات ويكون المخرجات لهم أن يكون في علوم الحاسبات مخرجاتهم وموجود في كل دوائر الدولة بالإضافة إلى الأعمال الخاصة أو المشاريع الخاصة والكبيرة أما قسم الفيزياء فيتم عملهم عداء التدريس في التعليم العالي أو في وزارة التربية فإنه هناك جميع ما يتعلق في وزارة الصحة وخاصة في المستشفيات التي تتعلق بالأشعة وما شابه ذلك أما قسم الكيمياء فهو القسم الرقم واحد عندنا بالكلية وأعلى القبول المركزي به فهذا يتعلق عندنا بشقين الشق الجانب العلمي والجانب التطبيقي الجانب التطبيقي الغالبي العظمى من الطلبة يتمنون وأن يكملون حتى الدراسات العليا في الكيمياء الحياتية أو الكيمياء الحياتية السريرية للتعيين في وزارة الصحة وتعيينهم مركزي أما بقية الأقسام فإحنا نرفض وزارات الدولة بمختلف الاختصاصات من الكيمياء وعملهم أينما يكون هناك تحليل المواد الكيميائية موجودة في وزارة العلوم والتكنولوجيا وكذلك في وزارة البيئة في وزارة الصحة بالإضافة إلى وزارة الصناعة وإلى أمانة بغداد وأي مشاريع أخرى أي مكان يتعلق بيئة فإحنا هناك قسمها إضافة إلى الكثير من خريجي الكليات من خلال خبرتهم الخاصة والعمل في المهن الخاصة قسم يشتغلون في صناعة مواد الشامبو والعطور قسم يشتغلون في صناعة الصابون ومتعلقاتها بالإضافة إلى أنه يشتغلون قسم الآخر من عندهم في الحلي يسموها طلاء الحلي الحلي الكاذبة أو الذهب المصنع فيختلف إحنا في النية إن شاء الله إن شاء قسم جديد وهو مشكورة الوزارة دعمتنا بالإضافة إلى السيد رئيس الجامعة مشكور يعني حتى البارحة كان يعني أرسل علي وسوينا لقاء خاص بيني وبينه على مود أنطاني كل الأوليات لإنشاء مشروع وهو تأسيس قسم الفيزياء الصحية هذا القسم رح يرفض جميع المستشفيات وخريجيه وخريجيه إلى وزارة الصحة وهو مشروع رائد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر